بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس جديد عن عينة من عينات مختبري طبعا هذه العينة عبارة عن عينة من أنسجة نباتية أخذتها في أحد البرك المائية درست فيها الطفيليات والميكروبات الموجودة في هذه البرك طبعا أحد البرك الموجودة في الأحساء وكانت عينة ممتازة جدا لدراسة الطفيليات والبكتيريا وأنواعها من أنواع الطحالب لأنها خذت نوع من أنواع التربة معاها أنسجة الطحالب ومستعمرات من الطحالب وطبعا كلنا نعرف أن تعيش مع الطحالب أنواع كثيرة جدا من المخلوقات الثانية مثل الديدان والطفيليات والبكتيريا وأنواع أخرى ثانية من الأحياء الدقيقة وننصحكم في موضوع بحثي كبير جدا أنواع الفصائل الموجودة في البرك المائية يعني تركزون عليه وتدرسون أنواع أخرى من الأحياء العامة يعني ممكن يعني إذا أنت راح تطورة وتزرع البكتيريا لو شفت بكتيريا معينة جديدة أو بكتيريا مقاومة يعني للمضادات الحيوية تحاول تجرب عليها تجارب جديدة راح يكون موضوع حلو جدا بخصوص هذا هذه التجارب إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالد بن السعودي الخليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم وعينة جديدة